افتتح سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف الطريق الرابط بين دوار الثلاث عشر والثامن عشر بمدينة حمد وذلك ضمن أعمال مشروع التقاطع الثاني على شارع الشيخ خليفة بن سلمان وخلال الافتتاح صرح المهندس خلف أن أعمال هذا الجزء من المشروع قد اجتملت على إنشاء طريق ذي تجاهين ومسارين لكل اتجاه بطول كيلو متر وخمسمائة متر يربط ما بين دوار ثلاثة عشر ودوار ثمانية عشر بمدينة حمد وأنه تم إنشاء مداخل فرعية تخدم المواطنين القاطنين في المجمعات المجاورة للشارع بالإضافة إلى إنشاء نبيب وقنوات جانبية لتصريف مياه الأمطار وتركيب أعمدة الإنارة وحواجز السلام المرورية وأشار سعادة الوزير إلى أن هذا المشروع قد تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصة والمزايدات وبالتنسيق مع الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ إجمالي قدره 7.466.000 دينار